سين هل يجب على الزوجة ارتداء الحجاب في الصلاة إن كانت تصلي خلف زوجها جين حال المرأة في الصلاة ولو مع زوجها يختلف عن حالها في غير الصلاة فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ولا تصح الصلاة بدون ذلك فقد صح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا بالاختمار إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة قال شيخ الإسلام والمرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وعلى هذا فإنه يجب على المرأة ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين ولو كانت تصلي وحدها أو مع زوجها والله أعلم